ده باني الزمانك اللي بعد مباراة المصري قالوا انه هما اه منه اكد عسيانا كامل بتجاوزات التحكمية والتجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الفرد تكلفة رطائلة منها في زل تداول مستوى التحكيم كل ده عن التحكيم وبعد كده قالوا انه في فشل وتراهل تنظيمي مرحوص في ترتيب وتنظيم جدول الدوري حتى بات حيثوا تلعب مباراة الدوري هتولي بعد كده اللي بعد كده الاربع قرارات هو ده باع الاساس هو البيان ده الاولاني يا كيما هو انا اقصد بس هقولك ايه انه بعيد عن اللي عمله رئيس ناينة الحكام بالضبط هو او خاطئ هتولي يا جماعة القرارات يعني هات الصفحة اللي بعدها على طول انه 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 دي القرارات بقى اولا انه طالب بالتحقيق التحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية ايدي دي جزئة بتاعت التحكيم انه سنين بقى انه لن يشارك فريق الزمالك في اي مباراة من مباراة الدور الثاني قبل ان تستكمل الفرق او تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباراة الدول الاول وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التداخلات الشخصية وانت ده بلجنة محايدة لنورة الكرة المصبية حل 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 فانا اقصد اقولك انه مش هيدي الحكاية بس الاصل في الموضوع اصل البيان كله في الاساس موضوع التحكيم والغلطات التحكمية ويلي ويلي وبعد كده في الاخر السطرين الاخر ان احنا مش عايزين نكمل عشان المشاكل في ترتيب الماتشات وترتيب الجدوى للماتشات ويه قريدي انا عندي مشكلة معاك كريم انا عندي مشكلة معاك وانت يعني ايه مش يعني ما حاولتش تراديني ده ان تزودت المشاكل عندي بيني وبينك لجنة الحكام لجنة المسابقات الاتنين بيدرهم المفروض اتحاد الكورة فالمفروض انت كاتحاد كورة لأ تعالى انت ايه اللي حصل كذا 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 لجنة الحكام ما تجيب ليش اللي اتنين الحكمين واحد الفار والتاني ساحة وتخليهم يحكموا تاني يوم تاني يوم الماتش ممكن هو شايفهم ان هم قدروا مبارا جايد مين اللي علق ده هو هو بس اللي شايف اقول لك مفاجأة ممكن تبقى شايف يعني مش شرط تبقى مفاجأة بالنسبة لك بس هي ممكن هو شايف ان هم عمروا مبارا جايد انا عارف ان هو شكر فيهم حناهم بعض المباراة هو ده منطق هو هو رئيس لجنة الحكام بلاش هو انت حسن شاف ان الحكم كان عادل في اصبعه في الاخر في اخطاء مش متعمد ان هو ما يبقاش عادل هو مش متعمد بقول لك باعلي هو في الاخر ممكن يكون القرار طرق بقول لك باعلي الفار ده بالذات احنا عندنا مش جامد اول التقنية بتاعته مش جامد اول مش احسن حاجة يعني انت الفار نفسه اللي بيقعدوا عليه مش 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 هو التصوير الكاميرات برضو مش موجودة ما بتجيب لكش يعني انت في كاس العلم لما اليابان راحت الكرة بص وصلت لي فين وعملت ازاي وجابوها ازاي مش عانفة في ماتش ايه تاني برضو الايام اللي فاتت ديت برضو نفسه الكرة على الخط وكده كان بتطريق كانت تطريق وكانت تحسن انتو بتلعبوا في الارض الملعب كانش في فار لا وكان فيه كم خطأ تحكيمي بيحصل كتير كتير جدا خلي بالك وكان خضاء تحكيم استفادت منه برضو اكتر ناس بتستفاد منهم النادي الاهلي والنادي الزمالي انت معلش كابت المطارق ما لعبش برضو انا لعبت في عندها الاتحاد والدخلية والشرطة وكان دا لا دا بتفرنوا الناس دي بتتفرن الاهلي وزمالي بيستفيد اكتر من الانديها التانية طبعا بس الدرجات عشان برضو بقالواحد ده ليه درجات وليه ده درجات يعني ايه درجات يعني ايه درجات لابنا عايزة مين هكتر واحد بيستفيد ومين تاني واحد بيستفيد الزمالك عشان يعني الزمالك mismo بس كل الفرق كل الفرق بتستفاد بس يعني بدرجات يعني مثلا الزمالك لي استفادة وفيه مطشات كتير بيقد حاجات ممكن ما تتحسبش بالنتات ضربة جزاء، فولات، مش عارفة، حاجات كتيرة زمالك بس؟ نادي الأهلي نفس القصة لا، هبقولك النادي الأهلي ونادي زمالك بس كيب، عايزة أقول حاجة مهمة جدا من البداية الموسم، أو بقالنا 3-4 سنين، أو بقالنا 6 سنين إدارة الدوري كلاجنة مسابقات X X كبير قوي إحنا بنتفرج، أنا عندي استعداد لو الإعداد يجيب لنا الدوري الموري تاني يعني بعد كورونا، إنتظرك بعد كورونا ولا قبل؟ هو حسن يعني إيه في آخر أقول لكم رأيه مش عرفت تفقوا، لا قصة بتاع الدوري الكورونا دي هي السبب كل اللي إحنا في دي مش مختلف لو كانت لغى، كنا مش هنعيش كل الأزمات دي أو جزء منها يا أنا مش مختلف، مش مختلف معك بس في نقطة بقى هنا، نقطة مهمة جدا إنت إيه المانع إنت كلاجنة مسابقات طب أنا عايز السلسولة إيه المانع إن إنت جيت عملت التوقفات وعملت تأجيلات إيه المانع إن إنت تمشي بعد التوقفات وبعد ما فيش بطولة إفريقيا وما فيش الماتشات بترتبها عندك منع؟ أنا كنت متصور زيك كده رأي الرابطة، رأيهم رأي الرابطة، رأي الرابطة أنا هقولك بس، هقولك رأيهم ومعه برضو فيه جزء من المنطق بغض النظري أنا هنتفك ولا هنختلف يقولك أنا عشان أمشي بنفس الترتيب هأجل للفرق ماتشات من الدوري التاني عشان يمشوا مع الفرق اللي متأجلها في الدوري الأول فالدورة هيتأخر أكتا من 15 أغسطس، فنخلص في ديسمبر فيحصل مشكلة أكبر في الدوري اللي بعده فيه الموضوع من كتر ما هو معقد أصبح فيه هذا الصغرات الكبيرة في المشاهد هو ينفع تجيب لي دخلية النهاردة للزمالك بلاش فاركو النهاردة للزمالك الماتش اللي قبل الماتش النادلع للفات فاركو النهاردة وبعد أسبوعين الزمالك لعب فاركو تاني اللي هو أسبوعين ده خمسة يام أنا يساب عليها فاركو أكتر يعني أنا يساب عليها فاركو أكتر شفت أنت بتقولي الناس عارفة حكونوا عمليين ندوروا عليه ندوروا على الأهل والزمالك فين حقهم وفين الموظم وفيه عندها يعيني تانية تلعب ساربا وفيه